بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً اليوم إن شاء الله بنتكلم عن اللي هو الأناتومي of the heart كامل بدا بنتكلم عن اللي هو blood supply للهارت اللي هو الكورناني blood vessels بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالأناتومي of the heart أول شي نأخذها إلى chambers of the heart عندنا الright atrium والright ventricle والleft ventricle والleft atrium طبعاً كل الاتريم معاها اللي هو الcorresponding أو اللي هو اللي هو الوريكل التابع له right auricle right لا left auricle طيب نمشي مع البلد كلا حتى تكون الفكرة واضحة أول شي عندنا الright atrium يستقبل الدم من superior vena cava وال inferior vena cava تمام وكمان من coronary sinus اللي جوه إذن الدم يدخل من superior vena cava inferior vena cava والcoronary sinus اللي هي الفينز اللي تيجي من القلب نفسه ويدخل للright atrium طيب نتجي نتكلم عن الright atrium شوية عندنا الجزء أو الجدار الخلفي في الright atrium يكون سموذ ويكون طالع من الساينز في النوزز وعندنا الجزء الأمامي أو الجدار الأمامي يكون خشن ورف ويكون طالع في الامبروليجي من اللي هو البرميتف atrium طيب بالنسبة لهذه اللي هي اللي هي اللي بلون الأزرق هذه هذه هي الفصة أوفاليز اللي هي تكون يكون غشاء بين الright atrium والright ventricle طيب الدم قلنا يدخل عن طريق سبيل فينكيب ونفيدو فينكيب ونفيدو فينكيب بعدين ننسينا نقول شيء بس أنه عندنا هنا هذا النتوء اللي هنا هو الكريستا ترمينالس واللي يكون في الجهة الخارجية اللي هنا الفالف اللي هنا الright atrium ventricular valve اللي هو tricuspid valve طيب نجي نتكلم عن اللي هو الright ventricle بالنسبة لل الright ventricle عندنا أول شيء نعرف أنه هو بأكمله تقريبا خشن تمام ورف رف ليش رف وشكله زي الفنج بسبب إيش بسبب اللي هي الترابيكولي كارني اللي هي المسلز اللي موجودة في الright في الventricles كلها طيب عندنا الترابيكولي كارني هذي يطلع منها اللي هو papillary muscles اللي هي عندنا anterior وبستيريور اللي وراء هنا البستيريور وعندنا اللي هي اللي هي السيبتل اللي تكون ماسكة فيه اللي هو interventricular septum تمام وعندنا هنا هذا المدريتور باند اللي هو يكون جزء هذا اللي هنا نتوء هذا هو المدريتور باند اللي يكون جزء من الconductive system في القلب طيب عندنا البابيكولي بابيكولي مصل ايش فائدة البابيكولي مصل بابيكولي مصل تمسك اللي هو الترايكاسبت فالف عشان اذا زاد البرشر هنا ما يرجع الدم باكفلو لورا طيب هل تمسك فيه مباشرة لا البابيكولي مصل واحد اثنين ثلاثة انتيريور بستيريور سيبتل تمسك في اللي هو الخيوط هذا اللي هي الكورديا تندونية الكورديا تندونية ترتبط عشان الدم ما يرجع لورا طيب بعد كده قلنا الجزء اللي هنا كامل الرايت فنتريكل تقريبا خشن معدى الجزء اللي هنا اللي هو زي ما حنا شايفين ناعم هذا اللي نسميه الانفان ديبيولم اللي هو يؤدي الى مخرج الدم للمانري طيب عندنا الجزء اللي نركز عليها انه الجزء اللي يدخل منه الدم من الرايت ايتريوم للرايت فنتريكل اللي هي في هذه المنطقة نسميها اللي هو الانفلوينج تمام اللي مالدم يدخل إلى اللي هو الفنتريكل وهذا الجزء خشن والجزء اللي يطلع فيها الدم إلى البلمانري طرنك من الرايت posting للبلمانري طرنك اللي هو الناعم نسميها الانفان تبولم طيب عندنا هنا اللي هو البلمان장님 ترنك أو فزل وعندنا فيه اللي هو الفالف طيب هنا عشان نحفظها ونربطها زي ما نربطها بكل بساطة عندنا كلمة pulmonary أول شي عندنا اللي هي الكسب هذي أو اللي هي الموجودة في الفالف عندنا اثنين انتيريور وواحد بوستيريور عشان نحفظها كلمة pulmonary أول حرف فيها P وعندنا واحد بوستيريور نفس الكلام ينطبق في الأورتة كلمة أورتة A أولها إذن واحد انتيريور واثنين بوستيريور بنشوف إذا جيناها إن شاء الله فالدم يطلع من جزء الفينفانديبيولوم هذا ويروح من خلال اللي هو البلمونري فالف ويروح للنغ وينما يرجع من اللنغ يرجع لللي هو الليفت فينتريكل زي ما احنا شايفين عن طريق البلمونري فينز تمام نجي نفتح اللي هو الليفت ايتريوم معليش يرجع من اللنغ للليفت ايتريوم من خلال اللي هي الفور بلمونري فينز اثنين في الليفت واثنين في الرايت نجي نفتح اللي هو الاتريوم والكلام فيه قصير جدا بس نعرف انه هذي الفصوفار من الجهة الثانية بس من جهة الليفت ايتريوم وعندنا اللي هنا البلمونري فينز زي ما قلنا تصب في الليفت ايتريوم وتقريبا كل الليفت ايتريوم ناعم اللي هو سموث تمام بعدين الدم يروح للليفت فينتريكل عن طريق البايكاس بيت فالف وزي ما احنا شايفين كمان الدم لما يجي للليفت فينتريكل اول شي نلاحظ الليفت فينتريكل انه اثخن واسمك من الرايت فينتريكل وكمان فيه معلومة ثانية في النظري وانه الضغط في الليفت فينتريكل ست مرات ضعف الضغط في اللي هو الرايت فينتريكل بالنسبة للجدارة الداخلي في الليفت فينتريكل كله اللي هو خشن وراف ولانه فيه اللي هو ترابيكولية كرنية طيب بالنسبة . مصل إحنا هنا في vino هنا هنا في عبد وانتيريور ما في سبتل هنا ما عندنا سيبتل و في عندنا مودريتور باند هنا ما عندنا سبتال بابيدري مصيل ولا عندنا مودريتور باند هنا نفس الفكرة تنطبق أنه الانتير و البوستيريور تمسك فيه اللي هو الكروديات الدونية وتربطها به اللي هو الفالف اللي فوق هنا عشان يمنع الباكفلو أوف بلد للليفت آتريوم طبعا عندنا هنا الجزء هذا اللي هنا زي ما احنا شايفين الثلاثة نقاط هذه هذا هو الأوريتيك فالف في ثلاثة كاسب فالأوريتيك فالف زي ما قلنا احنا هنا اول عندنا واحدة انتيريور واثنين بوستيريور بالنسبة للأوريتيك فالف زي ما قلنا اول حرف في كلمة أوريتيك اي يعني عندنا واحد انتيريور واثنين بوستيريور طيب هذي ننتقل للمحاضر الثاني اللي هي الكورونري بلتفلو على طول بالله دقيقة ايش طيب عندنا اللي هو قلنا الدم يطلع من الليفت في انتركل ويروح للأورتا فلما يروح للأورتا هو رايح اساسا يغذي الجسم كامل فلكن القلب من يغذيه من يغذي القلب يغذي القلب اللي هي الكورونري بلتفلو طيب الكورونري بلتفلو هذي طالعة من وين طالعة من القلب لتغذية القلب طيب نبغى نشوف ونعرف هي طالعة من وين تحديدا اول شي عندنا الرايت كورونري ارتري والليفت كورونري ارتري الرايت كورونري ارتري طالع من الانتيريور اللي حنا قلنا عندنا أنتيرير كسب أو valve واثنين باستيرح طبعن ال Lamse طالع من الانتيريور رائط اللي هو موجود خلف الانتيريور valve وفي عندنا اللي هو tho طالع من الباستيريور لكن من اي باستيريور عندنا اللفت عندنا Sick طالع من اللي هو طبعا هو اسمه tuvo اللفت باستيريور 這樣 Have the ep got iny عندنا انتيريور يطلع منه عندنا بوستيريور عندنا لفت ورايت بوستيريور يطلع منه أول شي نبدأ طبعا الرايت كورنري ساينس يكون موجود بين الرايت اتريم والرايت فينتريكل يعني نقدر نسميه يمر في الرايت اتريو طبعا يعطينا انقسامات اللي هو الرايت مارجينال ويكمل على ورا ولما يكمل على ورا يعطينا اللي هو الرايت كورنري أتري طبعا الرايت كورنري أتري وين يمر الرايت كورنري أتري يمر في الرايت كورنري أتري أو نقدر نسميه الرايت كورنري أتري هذا بالنسبة للرايت كورنري أتري يعطينا الرايت مارجينال ويعطينا اللي هو الرايت كورنري أتري بالنسبة لي lift interventricular artery ينقسم شوفوا هذا كان يمشي زي ما هو رأية coronary artery بعد أن يعطينا انقسام ويكمل ك posteriori interventricular artery لكن بالنسبة لي لي هو lift coronary artery ينقسم يعني بدري تمام فيعطينا اللي هو anterior enter ventricular artery اللي يمر في interior interventricular groove أو anterior anterior ventricular sulcus بالنسبة لي عندنا هذا اللي هو الليفت مارجنال تقريبا بعدين لما نيجي الورى نلاحظ أنه يعطينا هو الأساس لما ينقسم هنا يعطينا السيركم فليكس فالسيركم فليكس يكمل الورى وتقريبا يسوي أنستموزز مع الرايت كرونري آرتري وكمان هنا عندنا الأنتيريور انتيرفنتريكولر آرتري يسوي أنستموزز اندماج أو ارتباط فلي republican والذي سوي ارتباط مع الورى إذن كمراجعة بسيطة عندنا رايت كرونري آرتري يطلع من هنا ويعطينا اللي هو الرائط مارجنال يعطينا ال bring posterior ventricular وعندنا lift coronary artery يعطينا اللي هو أنتيريور انتره ويعطينا سيركنفليكس سيركنفليكس يعطينا اللي هو left marginal ويعطينا اللي هو يكمل زي ما هو وهو كـيسركمفليكس، وكما يندمج مع تكملة الـright coronary artery وبالنسبة للـ anterior interventricular artery، اللي طالع من left coronary artery يندمج ويقع انا مستموزز مع اللي هو الـ posterior interventricular artery اللي طالع من الـright coronary artery بالنسبة للـ veins، زي ما حالفين عندنا هذا الـ great cardiac vein نلاحظ أنه يمشي مع اللي هو السيركم فليكس هنا هذا السيركم فليكس اللي هو الأحمر فيمشي اللي هو الـ Great Cardiac Vein مع اللي هو السيركم فليكس ويمشون في اتجاه واحد تقريباً هذه المنطقة الوحيدة في الجسم على حد علمنا إلى الـ CVS أنه هذه المنطقة الوحيدة في الجسم اللي يمشي فيها الفين والأرتري في نفس الاتجاه وطبعاً عندنا بعدين اللي هو الفينز الصغيرة هذه اللي هنا عندنا الميدل السمول السمول كارديك فين وعندنا هذا الميدل كارديك فين كلهم يصبون في اللي هو الكورنالي ساينت هذا الكبير اللي هنا اللي زي ما قلنا يفتح في اللي هو الـ Right Atrium اللي هنا